شو اكتر نصيحة مفيدة سماعة اليوم؟ ان لما الواحد بيحاول جيب حد تاني يجوين التيم بتاعه واما حاجة هو يشارك مع الفكرة ويسوق مع الحلمة عشان يبقى واحد من التيم هو الفكرة كان احسن يعني حاجة قليلي نهاردة لما كن نسأل عن المنتج نفسه او ايه اللي نعمله فيه عشان نحسنه هو قال لي انت في البداية بازات ازاين قدامه للسوق كان ان هو قال لي اعمل حاجة الناس بتحبها اتاكد ان العدد الولاي اللي عندك بيحب المنتج داعك بيحب الشركة بيحب البراند ودي كانت يعني طريقة مجرد ما فكر فيها كده ده بيلخص حاجات كتير او يعني الطريقة المفروضة نعملها انا هو احنا كان عندنا فتاسكتين وعين من المنتجات او حزمتين من المنتجات بتتقدم بعضها للشركات بعضها للهاوسهولد النهاردة كان كل النصيحة اللي تسمعتها من كذا حد اننا المفروض نركز في حاجة واحدة لغاية تم ما نوصل لحاجة معين فيها وبعدين نبدأ نركز في التانية او حتى ندروب واحدة فيهم فده ديسيجون اعتقد اننا هنخدوق رايب يعني بناء على النصيح اللي اسمعناها النهاردة افضل حاجة سمعتها النهاردة كانت من رونالدو اللي هو الفاوندور بتاع السوق دوت كام وكانت لو عندك حاجة عاوز تعملها ابدأ اشتغل ما تستناش وريني حاجة حاجة الاول بعد كده نتكلم لكن ما تفضلش تلف بس على الفكرة اه سوى لم تكن تشتغل مع شركات كبيرة ما تتأثرش قوي بالاسامي اعمل الصح لالشركة بتاعتك كان فينا نصيح كتير هائلة جداً النهاردة يمكن النصيحة الكبيرة كانت أنه كرائد أعمال الموضوع صعوي جداً الموضوع بش بسهولة اللي ممكن الناس تكون متصوروها الموضوع بالشيء بس المرحلة بتاعت النجاح الفضيع اللي بيحصل في الآخر الموضوع لأ متطلب مجهود كبير لازم يتعمل على وقت طويل جداً عمال ما فعلاً يبقى فيه مردود إيجابي نحن لازم نؤمن بنفسنا جداً وبشركاتنا النشأة ونحن عندنا مواهب في الوطن العربي يقدروا هما كمان يؤمنوا وبكده هنقدر أن نحن ندفع شركاتنا النشأة القدام